اشتركوا في القناة مهمة جدا حيث تجنب الخضر الهزيمة للتربوس الثاني على التوالي وللقاء الخامس على التوالي أمر يكون لاعبون منتخب قد استعادوا به حس الانتصارات ورغم أن جانب كبير من أنصار الخضر معجب بسلسلة لا هزيمة ويتمنى أن يعود العداد للارتفاع إلا أن جانب أكبر ربما غير مقتنع وأن شخصيا منهم الكثير من أنصار الخضر يرون أن السبب الرئيسي للخروج كان الكاميرو من الدور الأول والخروج من نهاية كأس العالم كان بسبب تلك السلسلة والتي عطلت تطور المنتخب السلسلة السابقة لن تعطل فقط تطور المنتخب بل منعت بالماضي من التجريب حيث كان دائما ما يشرك أهم لاعبيه فقط لأجل تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير ومع فراجع مستوى الكثير من اللاعبين وكبار البعض الأخر استضم بالماضي بواقع مر في الكان وفي تصفية المونديال ودفع الثمن غاليا سلسلة الهزيمة يمكن أن تكون شيء معنوي جيد لكن على أرض الواقع ستكون وبالا على الخضر لأننا لن نرى أبدا لاعب جدد وصغار لأن الخوف سيكون وقتها من الخسارة وفقط كعادته لم يكن بالماضي ليترك أي تربص يمر من دون أن يترك بصمة خاصة الناخب الوطني قرر في تربص الحالي عدم إشراك ثلاث لاعبين يعتبرون مبدئيا من القوام الأساسي للمجموعة لم يشركهم رغم أن المنتخب لعب لقاءين وديين وكان بالإمكان إشراكهم ولو لدقائق فقط أوكيت جامريزاق وزدادكا كانوا في القائمة الرئيسية وكان من المتوقع لهم أن يشاركوا ولو في شوط من الأربعة لكن بالماضي قرر عدم فعل ذلك أوكيت جامريزاق تكبدا مشقة السفر من وإلى فرنسا ومن العاصمة لوهران وفي الأخير شاهدوا اللقاءات مثل ما يشاهدها أي متفرج في المدرجات انتهى تربص الخضر الحالي لشهر سبتمبر وكما حدث دائما كان هناك بعض الرابحين وكان هناك بعض الخاسرين أيضا كثير من لاعبي الخضر في تربص الحالي لم يظهروا مستوى كبير مثل بليلي الذي غلب عليه الطابع الاستعراضي وكان كثير السقوط ولم يكن مفيدا كثيرا رغم كل ما يملكه من إمكانيات بن عيادة أيضا أثبت مرة أخرى أنه ليس اللاعب الذي يمكن الاعتماد عليه لمنافسة عطالة أو حتى زدادكا حتى ديلور لم يقدم مستوى كبير وهو الذي انتظره الكل بما أن تربص سبتمبر الحالي كان تربص العودة والعنظار كانت كلها موجهة إليه لكن بحسب رأيه أكثر من هؤلاء يوجد من خسر وهو لاعب شارلورواء آدم زورغان زورغان للأسف حصل على فرصة أخرى ومرة أخرى لم يظهر أي شيء آدم وفي حال عدم ظهوره في التربصات واللقاءات المقبلة لن يلوم إلا نفسه لأن بالماضي لن ينتظر تألقه مع الخضر كثيرا زورغان يبقى علامة استفهام كبيرة ابن مدينة سطيف ظهر بمستوى كارثي في التربص الماضي وتكهن الكل بأنه لن يعود للظهور من جديد مع الخضر لكنه ظهر لكن ماذا حدث لم يقدم أي شيء مرة أخرى الغريب أن زورغان يظهر بمستويات كبيرة جدا في نديه وفي بعض الأحيان تكون عالمية وفي كل أسبوع يؤكد أنه يستحق لإزدعاء للخضر وأنه منافس قوي ليس فقط على مكان في المجموعة لكن على مكان أساسي أيضا مستويات سرعان ما تختفي بمجرد وصوله للجزائر وإذا كان للتربص المنقضي خاسرين فإن له رابحين كما أشرنا الرابح الأكبر وبدون أي منازع هو لعب ميلان إسماعيل بن ناصر بن ناصر وكما أشرنا في عدد سابق حصل على كل الإشادة أنصار تقنيين وحتى من برماضي نفسه الذي وصل به الأمر لوصفه بين يستا ومودريت الرابح الأكبر الآخر من تربص الخضر الحالي هو نبيل بن طالب جزء كبير من أنصار الخضر تخوف من عودة نبيل والذي رسمت عنه دائما صورة الفتاة الطائش بن طالب أظهر معدنه منذ اللقاء الأول وقدم أوراقه مع أول تربص عائد فيه وأكد راب الماضي أنه رقم صعب يمكن أن يعتمد عليه ثالث الرابحين بحسب رأي الخاص طبعا في تربص الخضر الحالي هو حارس ضمك مصطفى زغبة الظروف خدمت مصطفى بمنه فرصة ظهور أساسيا في اللقاعين بعد إصابات ماندرية وهو خدم نفسه بأن قدم مستوى كبير أقنع به الجميع وأقنع به بالماضي خاصة والذي يبحث عن حارس أساسي لخلافة بولحي لاعب آخر يمكن أن نعتبره من الرابحين في تربص الحالي وهو أحمد توبة توبة للأمانة ارتكب خطأين كاد يكلف الخضر هدفين كما أخطأ في بعض التمريرات على غير عادته لكن في المجمل مستوى توبة كان كبير توبة لاعب أنيق ممتاز في الخروج بالكرة ولديه توقع ودائما ما يسبق المهاجمين أجرت قناة أيسبور التركية مقابلة مقتضبة مع الدولي الجزائري صوفيان فيغولي للتأكد من الأخبار التي انتشرت بقوة كالنار في الهشيم في الإعلام التركي والتي قالت أن فيغولي قام بإيداع شكوى لدى الففاظ ضد ناديه بحشة أنه يدين بأموال لم تدفع له فيغولي قال بصريح العبارة أن الأمر صحيح صوفيان أضعف أنه كان ينتظر أن تتحرك الإدارة من تلقاء نفسها لأجل منحه أموالها لكنها لم تفعل ولذلك قام بشكوى الجزائري وكما أشرنا في عدد سابق يدين بأموال كبيرة جدا تبلغ 28.5 مليون ليرة تركية عن أمور كثيرة متراكمة من بينها على سبيل مثال للحصر كراء المنزل الذي يسكنه صوفيان وفي تبرير الخطوة التي قام بها قال أنه لم يشاء أن يشتكي نديه ومنحهم مهلة ومهلتين وثلاث لكنهم لم يدفعوا له لكن وبعد أن رأى التعاقدات التي قام بها النادي تأكد أن كل ما قيل له عن وضع النادي الاقتصادي السيء غير صحيح لهذا تقدم بشكوى يشار إلى أن إدارة جالتا ساراي قامت بتعاقدات كبيرة جدا في صورة لوكاستورير أخوان ماطا ومارو إيكاردي قالت صحيفة وستفرونس الفرنسية أن حارس الخضر أنتوني ماندريا يتعافى بشكل جيد من الإصابة التي عانى منها في وقت سابق ماندريا وبحسب الصحيف الفرنسي استأناف عملية الركض وهي تمهد لعودته للتدريبات قريبا وقريبا جدا الحارس الجزائري كما يعلم الجميع كان قد ضيع التربص الحالي المنتخب بسبب هذه الإصابة عودة ماندريا للعمل البدني وللركض على وجه الخصوص خبر يمكن أن يفرح أن صار نديه كيف لا والحارس الجزائري هو أهم لاعب على الإطلاق في الفريق كله لكن رغم ذلك واستفرونس شككت في قدرة ماندريا على المشاركة في لقاع كوفيليرون يوم السبت المقبل في الدوري الصحيفة الفرنسية قالت أن عودة ماندريا تستلزم وقتا إضافيا لأن مكان الإصابة حساس وهو الركبة والمغامرة لن يكون لها أي داع حارس الخضر سينتظر بدون شك أسبوعا آخرا على الأقل للتعافي بشكل جيد والتواجد في أحسن فورما ممكنة عاد اسم لاعب الخضر فوزي غلام ليتصدر العنوين ولو جزئيا في إيطاليا فكما أشرنا كثيرا في الأيام الماضية دخل غلام دائرة اهتمام بعض أندية السيري بي في صورة باري جينوى وأيضا بيني فينتو تقارير إيطالية كشفت يوم أمس أن إدارة كالياري ترغب هي الأخرى في ضم فوزي كالياريو كما يعلم الجميع سقط الموسم الماضي وهو يبحث عن لاعبي خبرة لمساعدته على الصعود الصحافة الإيطالية قالت أن مركز ظهير الأيصر ما زال من دون تدعيم وغلام صاحب خبرة واسعة ولعب كثيرا في إيطاليا وضمه سيكون جيدا للكل خاصة أنه سيكون سفقة مجانية ولن يكون مكلفا بالمرة لكن رغم كل المميزات التي يحويها التعاقد مع غلام إلا أن للأمر مساوية كثيرة خاصة ما تعلق بالجانب البدني ولأجل ذلك قالت نفس التقارير أن إدارة كالياري ستعرض على غلام عقدا لغاية نهاية الموسم وفقط على أن يكون التجديد بحسب وضعه البدني وقدرته على المشاركة أمر ربما لن يرضى عنه الجزائري ختام العدد سيكون بالحديث عن بليلي قصته صارت على كل لسان ولا داعي للعودة للحديث عن بعض التفاصيلها لكن الصحف الفرنسية ما زالت تؤكد أن الجزائري لن يلعب في الفريق لنهاية الموسم ليس هذا وحسب بل قامت بتقديم بعض المبررات والتي ذهبت لتشويه اللاعب وفقط بعض التقارير الفرنسية وإضافة إلى التأكيد على أن بليلي ليس منضبط قدمت مبررات جديدة لدرجة أنها لا تصدق تقارير مقربة من بريست وصل بها الأمر للقول أن من قام بالفحص الطبي في جويل الماضي لم يكن بليلي بل أحد أقاربه الأمر غير منطقي وغير قابل للتصديق ننتظر الآن ما ستنتج عنه المفاوضات بين الجزائري وإدارة بريست إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم